اهلا بكم يترأس الشيخ سلمان بن ابراهيم رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم الاجتماع الثاني عشر للجنة التنفيذية للاتحاد الاسيوي والذي سيعقد في مدينة ساوباولو البرازيلية لمناقشة العديد من الامور التي تهم مسيرة الكرة الاسيوية ويتضمن جدوى الاعمال الاجتماع المصادقة على قرارات الاجتماع الحادي عشر للجنة التنفيذية الذي عقد بمقر الاتحاد الاسيوي بالعاصمة الماليزية كولولانبور في السادس عشر من نيسان ابريل الماضي والاطلاع على عرض لجنة المصابقات بشأن نظام المصابقات الجديد وعرضا حول ميزانية الاتحاد لعامي 2015-2016 وتستعرض اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع التحضيرات المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية الكونغرس غير العادي للاتحاد الاسيوي والذي سيعقد في ساوباولو يوم الغد يطلق سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية مبادرة تهدف إلى تعزيز دور الرياضة في حياة المواطن الأردني وقالت أمين عام اللجنة الأولمبية لانت جغبير في تصريح صحفي أن سموه سيعلن عن إطلاق هذه المبادرة خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في التاسع والنصف من صباح يوم الخميس المقبل في مقر اللجنة وأشارت جغبير إلا أن المؤتمر الصحفي سيعقبه فعاليات اليوم الأولمبي التي تنطلق برعاية سموه دخلت مباريات الدوري الممتاز للكرة الطائرة اليوم الأحد مرحلة تتحديد مواقع الفرق على خريطة ترتيب المصابقة بنسبة كبيرة سواء لفرق الطابق الأول التي تتنافس على اللقب أو فرق الصف الثاني التي ستبحث عن الهروب من الهبوط في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب التقى عند الساعة الرابعة شباب الحسين مع فريق الوحدات المتصدر في قمة مبكرة في إطار مباريات الجولة السابعة من الدوري قبل الانتقال للدور الحاسن وفي ذات الوقت التقى فريق البقعة مع المحطة متذير الدوري بدون نقاط وعند الساعة الخامسة في صالة الحسن في إربد استضاف فريق الكرمل حامل اللقب فريق وادي موسى في التغطية المخصصة لمونديال البرازيل الحدث الكروي الأبرز نستعرض اليوم منتخبات المجموعة الرابعة في التقرير التالي لنتابع المجموعة الرابعة تضم كل من إيطاليا وإنجلترا والأوروغوي وكوستاريكا نبدأ مع المنتخب الإيطالي الذي حصل على لقب كأس العالم أربع مرات كأكثر فريق أوروبا تتويجا باللقب يقود الأزوري المدرب براندلي الذي استلم الفريق بعد مونديال 2010 وتمكن من الوصول إلى نهاء أمم أوروبا الأخيرة ويأمل عشاق الكرة الإيطالية بتقديم مستوى يليق ببطل العالم أربع مرات واصل إلى البرازيل بعد تصدره للجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بفارق 6 نقاط عن الدينمر أبرز نجوم الفريق المشاغب ماريو بالوتيلي مهاجو ميلان وقائد الوسط أنتري بيرلو بالإضافة للحارس العملاق بوفون ثاني فريق المجموعة هو المنتخب الإنجليزي بقيادة مدربه روي هو دوكسون الذي حل مكان المخضران فابيو كابيلو بعد مونديال جنوب إفريقيا تأهل إلى النهائيات بعد أن تزعم المجموعة الثامنة ب22 نقطة ويسعى الفريق المتوج مرة واحدة بالكأس الأغلى عام 66 أن يكرر الإنجاز في الأراضي البرازيلية الجماهير الإنجليزية تضع ثقتها بتألق كل من واين روني ودانيال ستوريج وأصحاب الخبرة جيرارد ولامبارد للوصول بعيدا في بلاد السامبا المنتخب الأوروغواني ثالث منتخبات هذه المجموعة وصل إلى النهائيات بشق الأنفس بعد أن اضطر اللعب في الملحق العالمي وتأهل على حساب المنتخب الوطني الأردني يقود الفريق المدرب تباريز مع كوكبة من النجوم أبرزهم السواريز نجمو ليبربول وكافاني ودييغو فورلان حصلت أوروغواي على كأس العالم مرتين وتأمل بتحقيق اللقب الثالث لتكرار إنجاز عام 50 عندما توجت من أرض البرازيل وآخر في رقي هذه المجموعة هو المنتخب الكوستاريكي الذي يشارك للمرة الرابعة وأبرز إنجاز حققه كان في عام 90 عندما تأهل إلى الدور الثاني من البطولة أبرز لاعبي الفريق جويل كامبل الذي يبلغ 21 عاما ومدربهم هو الكولومبي واس بيانتو الذي حقق مع كوستاريكا لقب بطولة أمريكا الوسطى في العام الماضي ونبقى مع المنديال حيث رفع الاتحاد الإسبانيلي كرة القدم الجائزة المالية المخصصة لكل لاعب في حال الفوز بكأس العالم القادم بالبرازيل والتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي وذكرت صحيفة آسل إسبانية أن كل لاعب سيحصل على 720 ألف يورو إذا توج المتدور باللقب وأشارت الصحيفة إلى أن الجائزة زادت بنسبة 20% عن قيمتها في منديال 2010 عندما توجت إسبانيا على حساب هولندا سجل سائق مرسيدس الألماني نيكو روزبرغ أسرع زمن في التجارب الرسمية لسباق جائزة كندا الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا 1 روزبرغ قطع أسرع لفة على حلبة غيل بلنوب في دقيقة واحدة وأربع عشرة ثانية وثمانمائة وأربعة وسبعين جزءا بالألف من الثانية وتمكن فريق مرسيدس من فرض سيطرته للمرة الثالثة على التوالي والرابعة إجمالا على مركزي الانطلاق الأول والثاني